ليست الحرب وحدها ولا الجوع من يتهدد حياة اليمنيين فها هي الكوليرا تواصل تهديدها لحياة الملايين منهم فوفق اخر احصائية لمنظمة الصحة العالمية يوجد اكثر من 450 الف حالة مشتبهة باصابتها بمرض الكوليرا وتأتي حالات الاشتباه بالكوليرا في وقت وصلت فيه الوفيات الى 2000 حالة كان يمكن لهذا الوباء ان ينتهي ويتم الحد من عدد الوفية بعد اربعة اشهر من بدء انتشاره بحسب منظمة الطباء بلا حدود لكن عدم وصل مساعدات صحية كافية للمناطق النائية مثل عاملا رئيسيا في استمرار توسع الوباء كما تقول الطباء بلا حدود زيادة الجهود لمكافحة وباء الكوليرا ومنها توفير المساعدات الطبية هو احد الحلول التي تعمل على الحد من انتشاره وفي اطار هذه الجهود التي تبذل لمساعدة المصابين بالوباء قدمت الحكومة التركية معونة طبية تحوي عشر حاويات لمحافظة عدن وتعز يرى مراقبون ان هذه الجهود ليست كافية لكنها قد تساعد في تحسين الرعاية الصحية للمصابين حيث يمكن لها ان تسهم في تقليل اعداد الوفيات بالوباء في بلد اجتمعت عليه الثلاثية الحرب والجوع والكوليرا اشتركوا في القناة